السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم النهاردة عن الزبدة الزبدة اللي بتنبعها النت بخمسين وبسبعين الموضوع دي يا جماعة موضوع غير صحيح الموضوع دي كله نصب في نصب والناس بتضحك على بعضها الزبدة دي يا جماعة مش زبدة ولا سمنا بلدي زي ما الناس بتقول الزبدة دي يعتبر زيت ومعمول بتلج او مية سجعة احنا هتواريكو المنظر كله في النهاية ادي الزبدة بتاعتنا بنسيحها شايفين الطبقة البيضة اللي على الوش دي دي الطبقة دي طبعا في الزبدة الطبيعية بتنزل في الاخر وبتنحرج وبتعمل زي نظام لوحة او المرتزة ما احنا عارفين دي في السمنة البلدي دي السمنة بعد ما سيحناها هي وسبناها اسبوع بالزبط في العلبة لان السمنة انا كل يوم ببص عليها السمنة مش راضي تربط واحنا في الشتاء الموضوع كله موضوع كله نصب في نصب يا جماعة الزبدة بتاعتنا بعد ما سيحناها هي يا جماعة لو سيبناها اسبوع في العلبة لجيت مص العلبة من تحت مية وفي طبقة اللي كانت على الوش اللي احنا المفروض بنسميها ملوحة او مرتا عاملة طبقة بيضة في النص وطبقة الزيت او السمنة اللي هي المصنعة فوق خالص الموضوع دي يا جماعة موضوع في شنك خالص وياريت مش حد يجيب من الحاجات دي اللي احنا مش عارفين مصدرها ايه او منضف عليها ايه عشان التصنيع بتاعها انا طبعا جبت اتنين كيلو منها النهاردة وجلت اجربة انا بيمدم علاجة تحتها يا جماعة بصوا كده معايا انا مش عارفة ايه انا اوركوا الصورة حلوة شوية ودي السمنة بتاعتنا هي دي مي السمنة يا جماعة دي مية خالص مية بزيت مية بزيت وطبعا انتو عارفين الزيت مع السمنة دي بينزل في حتة ودي بينزل في حتة وانا والله غليت السمنة دي كزا مرة ان السمنة تطلع حتة ملوحة تطلع اي حاجة مش فيها يا جماعة الكلام دي خالص الحلة زي ما حطيت فيها السمنة وسيحتها زي ما فضيتها ولا فيها يعني مش عاوز اقولكم حاجة قد الموضوع بتاعنا النهاردة اهو شايفين المنظر دي مية خالص نص يعني اعتبر هتشتروا اتنين كيلو بمية جنيه زي ما ومن بقولوا عن نت الموضوع هتشتروا كيلو مية بخمسين و هتشتروا كيلو زيت بخمسين يا جماعة يا ريت بعد اذنكم مش حد يشتروا الحاجات دي من عن نت الا من حد مضمون لان الموضوع دي كله اللي اكتشفته الناس عملا تجري وتقول لك سامنا بخمسين و سامنا بسبعين يا ريت يبقى حد مضمون وانتوا وسكين فيه تشتروا منه الحاجات دي عشان لما يبقى فيها حاجة زي دية تعرفوا ترجعوها تاني مش يكفي للتليفون ولا يقولكم انا اصلا جايبها كده ولا الكلام دي كل احنا مش عاوزيه الكلام دي كل اهد الموضوع بتاعنا النهاردة يا جماعة دي اكيد الزيت اللي هو اللي بتلم بلموه بواجي بواجي الاكل والحاجات دي بلموه بخمستاشر وبعشرين جنيه الكيلو اكيد بتعاد تصنوعه تاني الناس بتاخده زي كده تضيف عليه تلج تضيف عليه دجيج تضيف عليه حاجات دي اهد المنظر بتاعنا و بعد ما خلصنا طبجة يا جماعة خالص زي ما انتم شايفين ايه طبجة مية والطبجة البيضة اللي كانت على الوش اللي احنا جلنا عليها هتطلع مرتا والطبجة الزيت بتاعنا فوق خالص ايه ومش رادية تربط خالص واد المنظر بتاعنا هو يا جماعة منظر يعني غير عاطفي ولا شكل ولا ريحة ولا اي حاجة خالص انتو لو جبتوا سمنة اللي هي الصفايح السمنة النباتي العادية برجب الدية والله ميت مرة لان السمنة دي انا سيحتها مش في خالص ريحة الها ولا في اي حاجة خالص مية بتغلي ريحة يا جماعة ادي المنظر المية المية بتاعتها عاملة زي الشرشة اللي بتبجى في الجبنة بالضبط مية مصفرة كده وطبجة الريم اللي هي البيضة دي وطبجة الزيت اهي شايفين المنظر يا جماعة انا بجلب من تحتها عشان تشوفوها شايفين المنظر واحنا طبعا سيحنا السمنة ومش حدها يستخدمها انا كل الفكرة يا جماعة بوعي الناس اللي هي بتشتري سمنة من عن نت السمنة دي يا جماعة موضوع غير حجيجي وموضوع كله نصبه في نصب وحسب يا الله نعمة الوكيل فاي حد ينصب على حد في حاجة زي دي لان الحاجات بتاعت الاكل دي عالم يا جماعة محطوط عليها ايه تجيب امراض مش تجيب امراض شايفين يا جماعة مية خالص يا جماعة مية خالص مية بزيت دي كل الفكرة انا كل الفكرة وهقول كل المرة العشرين تاني انا عامل الفيديو دي توعية عشان مش حد يضحك على حد ودي السمنة هي اللي عاوز يشوف هوية متسيحة ايه دي المنظر يا جماعة عش زي ما انتم شفتوا في اول الصورة المنظر الزبدة اللي انتم بتشوفوها ده زبدة بلدي ده زبدة فلاح ده زبدة مش فيه الكلام دي يا جماعة الزبدة الفلاح النهاردة معدية المية وعشرين جنيه اللي هي الجماسي الباجري معدية برضو المية وعشرة مية وخمستاشر ودي منظر السمنة البلد الطبيعية وشكرا لكم